اهلا بكم من جديد اعتمد مجلس المناقصات والمزيدات لاجراءات التنفيذية الخاصة بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية ومزيدات المرافق الخدمية داخل المشآت أو مشآت الجهات الحكومية وتطبيقها على المناقصات التي سيتم طرحها اعتبارا من الخامس عشر من ديسمبر القادم وتأتي هذه الاجراءات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المعني بتخصيص حصة تبلغ نسبتها عشرون بالمئة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها أفضلية بنسبة عشرة بالمئة من مناقصات ومزيدات المرافق الخدمية داخل مشآت الجهات الحكومية باعتبارها إحدى مبادرات خطة تطوير عمل مجلس المناقصات والمزيدات التي يقرها مجلس الوزراء وبمتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية بإقفال عند مستوى 1550 نقاط وبلغ المتوسط اليومي للتداولات 793 ألف دينار بحريني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة 793 ألف دينار بحريني أما متوسط عدد صفقات فقد بلغ 63 صفقة التفاصيل في التقرير التالي بلغت كمية الأسهم والسندات وبحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 24 مليون 799 ألف و120 سهما وسندا ووحدة وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة 3 ملايين 966 ألفا و46 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 314 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 28 شركة ارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ست شركات أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي إف إتش المالية في تعاملات بورصة البحرين ونتابع الآن أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى موسيقى كشفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية رانيا نشار أن اكتتاب أرامكو جمع 73 مليار ريال حتى الآن وقالت إن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب مضيفة أن اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن وبلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم أما عن شريحة المؤسسات فأشارت نشار إلى أن المؤسسات اكتتبت بنحو 58 مليار ريال في طرح شركة أرامكو السعودية وبلغ إجمالي الأسهم أكثر من 1824 مليار سهم وبينت أن شريحة المؤسسات ثلثها من مدرائي الأصول وثلثها من الشركات الحكومية أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية التوسع الاستثماري في مصر في الموانئ الجافة والنقل النهري والموانئ البحرية في البحر المتوسط بالإضافة إلى مشروعات التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث من المخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثانية في شهر مايو المقبل باستثمارات تبلغ 520 مليون دولار وقال سهيل البنى النائب الأول والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي أنه من أولويات مشروع التوسع الاستثماري الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مؤخرا لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار وذلك للاستثمار في مشاريع وأصول حيوية توقع كبراء صانعي الطائرات في معرض دبي الدولي للطيران 2019 أن تستثمر دول الشرق الأوسط نحو واحد ونصف تريليون دولار في قطاع الطيران على مدى العشرين عاما المقبلة وقال مسؤولنا في بوينغ وإيرباس وفقا لوكلة الأنباء الفرنسية أن 725 مليار دولار من هذا المبلغ ستخصص لشراء نحو 3200 طائرة و790 مليار دولار أخرى سيتم تخصصها لخدمات الطيران التجارية وأضافوا أنه من المتوقع أن تزداد حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 5.1% و5.6% سنويا حتى عام 2038 نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل بسبب مشكلة كهربائية شركة فيات لصناعة السيارات تعتزم استدعاء 700 ألف سيارة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل بالنظر في المساعدة لتطوير البنية التحتية لشبكات الفايف جي في الولايات المتحدة وأكد الرئيس الأمريكي خلال زيارته مقر شركة أبل في تكسس أنه طلب من تيم كوك مشاركة أبل في بناء شبكات الفايف جي في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تصدر الشركة الأمريكية أول هواتفها المدعومة بشبكة الفايف جي في عام 2020 وتأتي هذه التحركات مع ضغط الولايات المتحدة على الدول حتى تمنع هواوي من تقديم خدمات الفايف جي في المستقبل مع مخاوف أن تستخدم بكين أجهزة هواوي المزعومة للتجسس وهو ما نفته الشركة الصينية قال كبير فريق التفاوض الصيني مع الولايات المتحدة في الشأن التجاري أنه متفائل بحذر بشأن التوصل لاتفاق مع واشنطن وأشار ليوخا بحسب وكلة بلومبرغ للأنباء إلى خطط الصين نحو إصلاح مشروعات الدولة وفتح القطاع المالي وتطبيق حقوق الملكية الفكرية وهي قضايا في صميم مطالب الولايات المتحدة بشأن تغيير النظام الاقتصادي الصيني وتخوض بكين وواشنطن منذ أكثر من عام حربا تجارية أربكت الأسواق العالمية لكن الرئيس ترامب أعلن في شهر أكتوبر الماضي موافقته على اتفاق جزئي بين البلدين أعاد بعض التفاؤل إلى الاقتصاد العالمي المترقب تحديد موعد توقيع الاتفاق قالت منظمة التجارة العالمية إن اقتصادات مجموعة العشرين أقامت 28 حاجزا تجاريا جديدا في الفترة من منتصف مايو إلى منتصف أكتوبر تغطي تجارة حجمها 460 مليون أو مليار دولار وبصفة رئيسية من خلال زيادة في الرسوم الجمركية وحضر الوريدات حيث تجاوزت تلك القيود الإجراءات في الفترة من أكتوبر 2018 إلى مايو 2019 من نسبة 37% حيث ارتفع بشكل كبير حجم التجارة العالمية الذي تغطيه مثل تلك الإجراءات ومن بين أعضاء مجموعة العشرين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ونتابع الآن أبرز مؤشرات لسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي الخبر الأخير قالت شركة فيات كريسلر أنها ستقوم باستدعاء نحو 700 ألف سيارة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض في أنحاء العالم وذلك بسبب مشكلة في وصلة كهربائية تتسبب في عدم تشغيل محرك السيارة أو توقفه وذكرت الشركة في بيان أن الاستدعاء يشمل السيارات الرياضية متعددة الأغراض من طرازي دوج دورانغو وجيب جراند شيروكي المنتجة في الفترة بين عامي 2011 و2013 مشيرة إلى أن لا علم لديها بأن هذه المشكلة تتسبب في وقوع أي إصابات أو حوادث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر